اليمن مقلب واسع لكل الممنوعات والمخدرات في الزمن الجائحة الحوثية السوداء وقدر تقرير عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حجم ما تجنيه ميليشيا الحوثي الإرهابية من تجارة المخدرات بستة مليارات دولار سنويا وتدير قيادة من مجرمي الحرب الحوثيين وهم الإرهابيون محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم وعبد الكريم الحوثي وفارس مناع شبكة تجارة المخدرات الإيرانية المهربة إلى اليمن والعام الجاري أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظتي المهرة وسقطرة ضبط سفينتين إيرانيتين على متنهما أطنان من المخدرات كانت في طريقها من إيران إلى اليمن بينما تزدهر في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية أسواق سوداء لتجارة الحشيش والشبو وينتشر أفراد من الباعة المموهين في الجوالات والأرصفة لبيع المواد المخدرات في نقاط متحركة وتستخدم الميليشيا مسحوق المخدرات في الشمة البردوغان التي يتعاطها المجندون في صفوفها كمادة إدمان تضمن بقاء الضحية في ربقة الاحتياج إليها وبالتالي استدامة تبعيته لمن يزوده بها علاوة على ما تمثله المخدرات من مادة استلاب نفسي ومسخ فكري لشخصية المتعاطي وتحويله إلى مجرم متحرر من كل أوزاع العقل والضمير والإحساس الإنسانية وأكد تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات زراعة الحوثيين الحشيش في صعدة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي محطة تيرانزيت للمخدرات الإيرانية المهربة إلى اليمن فالسعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر